السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترشيح هذا المدرب خلافا لفريرة طلب سامي شيشيني لعب ومدرب الزمالك السابق برحيل البرطغال لفريرة المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي هذه المطالبة على خلفية خروج الزمالك من بطولة دوري أبطال أفريقيا رسميا بالأمس على يد شباب الأزدادة الجزائري وعلى خلفية ما يقدمه الفريق تحت قيادة فريرة سامي شيشيني أكد أن الفريق الآن يحتاج إلى مدرب أجنبي يقود الفريق من الآن خاصة أن كل شيء انتهى هذا الموسم بالنسبة للفريق وأشار إلى أن اللاعبين سيكملوا الموسم مع الفريق إلى أنه لابد من رحيل عدد كبير منهم مع نهاية الموسم والمدرب الأجنبي الآن سيكون توقيته مناسب لأنه سيلعب دون ضغوط وسيقوم بالبناء للموسم القادم أما لو مدير فني مصري فرشح سامي شيشيني اسم طارق مصطفى نجم الزمالك الأسبق مؤكدا أن خالد جلال وميدو ومؤمن سليمان حصلوا على فرص من قبل وأكد أن الأمر الصعب في الأمر ليس هزيمة مباراة بطولة ولكن شخصية الزمالك التي كانت تخيف أي فريق ضاعت وتم نص لعبي الفريق لابد من رحي لهم لكن الأزمة مع من أتعاقد وكل العابين مسواهد تقريبا في الدوري المصري والمفروض في محترفين أقوى في الفريق يتم البناء عليهم مع احترامي للكلام ده إحنا نلعب بالناشئين هيؤدوا أفضل من الفرقة دي مليون مرة لأنهم أولاد نادي زمالك ترجمة نانسي قنقر